مواجهة بين شبان فلسطينيين وطلاب مدارس من جهة وقوات الاحتلال الاسرائيلي جنوب مدينة الخليل واستعملت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين وقد أصيب تلاميذ المدارس الفلسطينيون بالهلع والاختناق نظمت عائلة الأسرة ومؤسسات تعنى بشؤون الأسرة الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي نظمت وقفة أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة ورفع المشاركون صورا تضامنية مع الأسرة الستة الذين فروا من سجن جلبوع فجر السادس من سبتمبر الجاري وصورا للأسرة المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإدارية مطالبين بالإفراج عنهم وقالت هيئة شؤون الأسرة والمحررين أن الأسرة داخل المعتقلات وردا على التصعيد الذي تمارسه إدارة السجون بحقهم سيشرعون في الإضراب عن الطعام على دفوعات وسيبدأ الإضراب ب1380 أسير يوم الجمعة ثم يلحقهم باقي الأسرة الثلاثاء المقبل من بينهم مئة أسير سيمتنعون عن الماء كذلك بدأوا في إجراءات عقابية شاملة داخل السجون من قمع من تنكلات وحشية مما أدى إلى حرق العديد من غرف داخل السجن وبكت هذه الإجراءات وسحب كل ما كان لدى الأسرة فأعلنوا الإضراب المفتوعة عن الطعام للمزيد من القراءة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة الكاتب الصحفي ويسام عفيفة ألم بك سيد ويسام إذن تداعيات وتفاعلات فرار الأسرة الستة والقبض واعتقال على أربعة منهم في سجن جلبوع ما زالت تتفاعل حتى اللحظة الفصائل الفلسطينية تحذر من استمرار إسرائيل في ممارساتها واعتداءاتها وتقول بأن ذلك قد يقود إلى معركة كل هذه التحذيرات وهذه التهديدات برأيك كيف ستتعامل معها إسرائيل؟ نعم لا شك أنه الآن قضية الأسرة قضية متفجرة وتلقي بظلال من التوتر على مختلف السحات سواء على المستوى الشعبي أو الفصائلي تابعنا وشاهدنا خلال الأيام الماضية حالة دعم وإسناد أولا شعبي وفعليات وميدانيا هناك أيضا نقاط اشتباك وبؤر للمواجهة مع الاحتلال سواء بالضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة رسائل بشكل غير مباشر تصل للاحتلال سواء عبر الفعل الميداني والشعبي أو عبر البيانات والمواقف التي أعلنتها كان أبرزها ذلك الخطاب الذي ألقاه الناتق باسم كتائب القسامة وعبيدة الذي وجه رسائل خاصة للمعتقلين الذين استطاعوا أن يكسروا قيدهم وأعيد اعتقالهم من المعتقلين الأربعة وأعلن بشكل واضح أنه لن تكون هناك صفقة جديدة إلا وهؤلاء الأربعة ضمن هذه الصفقة وكانت هذه إشارة بأن المقاومة معموما تضع ثقة لها خلف قضية الأسرة بشكل عام وخلف الأسرة أبطال نفق الحرية بشكل خاص وبالتالي هذا يضفي مزيد من أجواء التوتر والتصعيد والإصرار من قبل الفلسطينيين على أن لا يسمحوا الاحتلال الاستفراد بالأسرة سواء الذين أعيد اعتقالهم أو الأسرة اليوم اللي بتعرض في كافة السجون لحالات عقاب جماعي ومحاولة لتعويض الفشل والإخفاق الأمن الكبير الذي تعرضته الأمن المؤسسة الأمنية العسكرية وبالتالي أجواء في داخل السجون متوترة وتلقي وتنعكس أيضا على الأجواء في الخارج أجواء متوترة داخل السجون وتصعيد أيضا داخل السجون يتمثل في إضراب تحركات شعبية تهديد الفصائل من قبل الفصائل الفلسطينية كل هذه التطورات برأيك تعامل إسرائيل معها كيف سيكون خاصة من ناحية عملية تبادل الأسرة وقد سمعنا تصريحات نفتة لبلد مؤخرا عن هذا الموضوع تحدث عن أننا ملتزمون باستعادة الجنود الإسرائيليين الأربعة الموجودين في غزة إضافة إلى تثمينه للدور المصري في موضوع الأسرة وأيضا مؤخرا قال أيضا بأننا نؤيد عملية تبادل أو عملية صفقة في ظروف معينة هل يفهم من ذلك بأن موضوع تبادل الأسرة سجن جلبوة قد يكون على طاولة الحوار في هذا الإطار؟ قضية الأسرة والشكل العام أصبحت منثار نقاش في البعد الإقليمي ولا شك أنها أيضا كانت جزء من النقاش الذي ضار بين بين بينتو ورئيس المصري في زيارته الأخيرة لناحية محاولة نزع فتيل الانفجار لكن دعينا نفصل بين القضيتين قضية الآن صفقة التبادل التي جرت فيها محاولات للتقدم فيها ولكنها لازلت حتى لحظة في إطار ما يتم الإعلان عنه إسرائيليا فقط والحديث عن الموقف الإسرائيلي في إطار الأثمانة التي تقبلها إسرائيل وهذا الأمر محل لازال نقاش لدى المقاومة ولدى حركة حماس في الاتجاه الآخر هناك قضية آنية ومتفاعلة وهي قضية الأسرة لليوم حوالي أربعة تلاف وخمس مئة أثير يتعرضوا لعملية قمع وانتهاكات كبيرة وعقاب جماعي الآن الخطير في هذا الموضوع أن الأسرة بدأوا يشعرون أنهم يدفعوا ثمن أو يحاول الاحتلال يدفعهم ثمن الإخفاق لا شك أن هذا الظرف المتصاعد دفع أيضا في الحديث في أوسط الإعلام الإسرائيلي حول الحديث عن الصفقة لكن لا يمكن الربط بشكل مباشر بين الحدثين لكن بكل أحوال الآن قضية الأسرة لفلسطين أصبحت على الطاولة عملية نفق الحرية وتداعياتها دفعت بهذا الملف الذي يلقى حالة إجماع وطني وفصائلي وشعبي كبير إلى الواجهة وبالتالي الفصائل ترى أن هذه فرصة من أجل أولا تثبيت هذا الملف بشكل كبير باعتباره ملف يجب تحقيق إنجازات فيه ومن يحت أخرى عدم السماح لإحتلال إعادة ظروف الأسرة السنوات للوراء سيد ويسام سؤال الأخير لك وبإيجاز أن تسمح التصريحات الأخيرة التي تابعناها لنفتة لبنت وحتى بني جانس نفتة لبنت الذي تحدث بأن تل أبيب تدرك أن لديها جيران وربما إذا اعتنينا بظروف معيشتهم سيكون ذلك أفضل بمقابل بني جانس الذي وجه رسائل شديدة اللهجة وقال بأنه إن كان هناك رؤوس تحاول هناك من يعني تحاول رفع رؤوسها سنقوم بقطعها كيف نفهم هذا التناقض في التصريحات هل هو تبادل أدوار أم هو محاولة يعني رد اعتبار بالضبط أنت أشرت إلى مسألة مهمة في المواقف الإسرائيلية يعني دعني نقسمها جانس يحاول أن يقدم سلطة باعتبارها يمكن أن تقدم أوراق اعتمادة بحسن سير وسلوك ويعطيها جوائز اقتصادية بينت الليلة وفي حواراته الصحفية أيضا وتصريحاته تقدم برؤيته بانتجاه غزة بمنطق العصى والجزرة قبل أيام قدم أيضا لبيد ثومي لبيد أيضا وزير خارجي عفوا الإسرائيلي أيضا رؤيته الاقتصادية لحل الأزمة الأمنية مع قطاع غزة إذن الثلاثة رؤوس في الحكومة الإسرائيلية المركبة والمشوعة يحاولون يقدموا كل رؤيته وكأنهم في ثلاث حكومات منفصلة وهذا يعطي كما أشارت الدلالة على حالة ارتباك وإرباك في المشهد الإسرائيلي عدم وجود رؤية واضحة ولا أحد يعبر فيهم عن رؤية حكومة كل منهم كأنه يعبر عن وجهة نظر شخصية وبالتالي لا تلقى ذاك الاهتمام الكبير من المواقف المقابل من القوى والفصائل الفلسطينية وحتى السلطة برحمة الله شكرا لك من غزة والسامعة